يا سيد اوقاتكم وكل عام وانتو بألف خير يا عرب حبيت اليوم احكي لكم شوي عن الاتحاد اللوسري ودورة الحاسوب والمنهاجة اللي اللي احنا اقضوا ان شاء الله اول شي حبيت عرفكم عن حالي انا اسمي خلود مدربة الحاسوب بالاتحاد اللوسري طبعا قبل الازمة كورونا كنا ناخد دورات بمبنى الاتحاد اللوسري بالزرقاء الجديدة شارع 16 بس بسبب الظروف اللي صارت وازمة كورونا الله يعافي الجميع يا رب ويحمي الجميع صارت الدورة عن طريق الانترنت والفيديوهات هلأ في شي كتير مهم انه الفيديوهات رح توصل لكم المعلومة بطريقة كتير حلوة وسهلة وواضحة ان شاء الله خلينا نحكي شوي عن المنهاج اللي رح ناخده بدورة الحاسوب رح يكون اول شي عنا اساسيات الانترنت رح ناخد باساسيات الانترنت ان شاء الله قسمين يلي هنين المتصفحات ويلي هنين البريد الالكتروني رح نحكي عنهم بالتفصيل وبشكل واضح وسلس ان شاء الله كمان رح ناخد اساسيات نظام التشغيل ويندوز رح نتعرف عليه كامل من اول ما بفتح الكمبيوتر لوقت ما بطفي الكمبيوتر كامل على الكنترول بنال تبعه كل شي بخص نظام التشغيل ويندوز رح نحكي كمان بالتفصيل عن برنامج الورد برنامج الورد طبعا اللي هو برنامج النصوص رح نشتغل عليه بالتفصيل وبامثلة واضحة كتير ان شاء الله برنامج الاكسل طبعا هو البرنامج اللي مستخدم بشكل كبير البرنامج الخاص بالجداول سواء جداول بيانات جداول معادلات حسابية رح نحكي كمان عنه بالتفصيل ورح نمشي مع بعض ان شاء الله خطوة خطوة طبعا بس تحضروا الفيديوهات كاملة رح تكونوا مؤهلين تاخدوا الشهادة من الاتحاد اللوسري ونصة ادراك رح يكون الامتحان سهل عليكم ان شاء الله رح نكون مع بعض رحكون جاهزة لأي سؤال من اسئلتكم بتمنى تتفاعلوا ويكون المعلومة مفيدة وتوصل لكم وان شاء الله يارب التوفيق للجميع